دايماً أي فنان أو أي شخصية مشهورة بيكون حريص على أنه يكون عنده أكتر من عربية سواء المخصصة لرحلاته اللي هي خارج مصر أو اللي بيستخدمها في فصل الصيف وكمان فيه اللي بيكون حريص على أنه يكون عنده عربية رياضية لتنقلاته الخفيفة في المناطق السحلية الفنان الكبير عمر دياب والملقب بالهضبة نشر على موقع التواصل الاجتماعي بموقعه الرسمي على انستجرام صورة ليه وهو سايق عربية من نوع لمبورجيني أوروس وكتب عبارة تجربة قيادة رائعة وده خلى الناس تسأل هو الهضبة عنده كام عربية وإيه هي أنواعها وتمن كل واحدة منها كام وده اللي هنعرفه مع بعض من خلال التقرير اللي معنا واللي هنتجول فيه من خلال أو داخل أسطول سيارات الفنان عمر دياب خليكم معنا معكم رائد حاكم أهلا بكم العربية اللي اشتراها الفنان عمر دياب في الفترة الأخيرة واللي ظهر بيها مؤخرا ومحدش شافوا فيها قبل كده تمانها أربع مليون جنيه بدون أي ضرائب أو جمارك أو رسوم يعني الضرائب وجمارك تمانهم لوحدهم هيعدي المبلغ ده بكتير قبل كده كان نشر الهضبة صورة لي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو سائق عربية من نوع بيم دابيو اكس فايف ليموزين ألعب قرية المهم الصورة دي عمر دياب بتصورها في دولة أجنبية كان سافر عشان يحيي حفل غناء فيها يعني ومعروف عن الهضبة من سنين أنه بيمتلك السيارة دي وكان نشر صورة لي قبل كده لنفس السيارة وسعرها التقريبي بيعمل حوالي 150 ألف دولار أمريكي تقريبا بدون ضرائب أو جمارك يعني 2 مليون ونص والمبلغ ده بدون ضرائب أو جمارك يعني لو حد جابها بد ضرائبها طبعا هيدفع مبلغ أكبر من كده الهضبة بيمتلك سيارة من نوع هامر اتش تو سابقا والمعروف عنها أنها مخصصة للطرق الوعرة والمهمات على الطرق غير الممهدة في الأساس ودي بيبلغ سعرها التقريبي حاليا بعد سنوات من تصنيعها حوالي 15 ألف دولار والنوع ده من العربيات كان ليه قيمة كبيرة ساعتها أول ما طلع إلا أن سعرها انخفض بمرور الوقت عمر دياب بيمتلك سيارة رياضية عالية الأداء من نوع BMW M5 العربية دي بتتميز بمحرك مكون من 8 أسطونات على شكل حرف V مع شواحن توربينية مزدوجة وبيبلغ سعرها التقريبي حوالي 30 ألف دولار أمريكي تقريبا يعني ما يساوي 500 ألف جنيه مصري بدون طبعا برضو ضرائب أو رسوم أو جمارك حقيقة انتشرت صور كتير على مواقع التواصل الاجتماعي لصفحة من الصفحات المخصصة للسيارات الخارقة في مصر وكانت صورة منهم تخص سيارة من نوع مرسيديس بينز G63 AMG والكلام تردد وقتها أنها تخص الفنان عمر دياب وعمر لم ينفي أو أدمن صفحته هذه المعلومة مما جعل الناس تؤكد أنها تخص يعني العربية دي بيبلغ سعرها النهاردة حوالي 100 ألف دولار تقريبا يعني مليون و 600 ألف جنيه مصري بدون برضو ضرائب أو جمارك أو رسوم كمان ضمن أسطول عربيات عمر سيارة من نوع نيسان GTR وبتحمل لوح مرورية بأول حرفين من اسمه مع تاريخ ميلاده دون تفاصيل أخرى ونشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة كنت معاكم أنا رائد حاكم في أمان الله موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة